السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل في شابتر خمسة. في المحاضرة الماضية يتكلمنا عن الروابط ما بين الباينير كمباونز. ما العنصرين. اليوم ان شاء الله هنتكلم عن الروابط اللي موجودة ما بين العديد من العناصر في المركب. وذن ابولي اتوميك ايون and ايونيك واندين بين ايت ان ايونز افو بوزيت اتشارج. هنشوف كيف نرسم اللويس استركشور في العملية هذه. كيف نرسم اللويس استركشور. انت لو طلعت معانا كده وشوفت مثلا مركب زي كي تو اس او فور. بوتاسيوم صالفيت. عشان نرسم البوتاسيوم نرسم اللويس استركشور للبوتاسيوم صالفيت. هذا البوتاسيوم صالفيت مكون من روابط ايونية ومن روابط تساهمية. يعني ما بين البوتاسيوم مجموعة الصالفيت. هذا روابط ايونية. لانه بتاسيوم فلز وهذا المجموعة لا فلزية. وما بين المجموعة نفسها الاس او فور. الروابط ما بينهم روابط تساهمية. اذا لابد ان احنا برضو ان نمشي بنفس الطريقة اللي مشينا فيها قبل. نحدد الظرة المركزية. الظرة مركزية في هذا الحالة اللي هو اياش. الكبريت السلفر. حوالي اربعة من الاكسوجين. وبعدين هنحسب بنفس الطريقة اللي هو عدد الالكترونات في المستويات الخارجية او مستويات التكافؤ. وبعدين نرسم بالضبط كما حصل في اللي هو البايناري كومباونز. اذا هين رسمنا السلفر. وحوالي اربعة اكسوجين. وهو لي برضو مرتبط باربع روابط من الاكسوجين. والان الروابط مكتملة. الان في عندي اللي هو البوتاسيوم. البوتاسيوم طبعا هو عبارة عن في المجموعة الاولى. اذا هو وحادي بمعنى انه كل ضرب البوتاسيوم من الضرتين فقدت الكترون. وبالتالي هنلاقي انه الجوز المربع هذا. عليه اثنين نيجاتيف تشارج. اثنين نيجاتيف تشارج اجوا من البوتاسيوم اللي فقدوا كل واحد منهم فقد الكترون. يعني كل واحد فقد شحنة سالبة. اذا هاي الشحنتين السالبتين. نفس العملية البوتاسيوم كل ضرب البوتاسيوم عليها شحنة موجبة. الان عدد الشحنات الموجبة بساوي اثنين. وعدد الشحنات السالبة بساوي اثنين. اذا احنا قلنا انه المراكبات الايونية هي بمركبات بتكون من ايونات موجبة وايونات سالبة. اذا لاحظ انه ما بين البوتاسيوم والمجموعة الصرفيات اللي هو روابط ايونية. وما بين الكبريت والاكسوجين اللي هي روابط تساهمية. اذا الشكل هيكون بالصورة اللي انت شايفها. طبعا اياك انك يعني هنا كتب لك كوريكت استراكشور. يعني هذا الصحيح. الثاني هنا ان كوريكت استراكشور. يعني الرسم هذا انك تعمل الرابطة تساهمية ما بين المتاسيوم والاكسوجين. هذا طبعا هو خطأ ويجب انه الانسان ما يقعش فيه. الان بنا ان نشوف درو اللي هو استراكشور فور اس او فور تو نيجاتيب الشارج. اللي بدنا نلسم اللي هو استراكشور للايون. هذا مجموعة ايونية. مجموعة السلفات ايونية. بولي ايونيك ان ويتش سالفر از دا سنترال اتم ان او الاكسوجين اتمز ار بوند تودا سالفر اتم. طبعا الحل هنحسب عدد الالكترونات الكلية. عدد الالكترونات الكلية على كل من الكبريت السلفر وعلى الاربعة اوكسوجين. الاكسوجين طبعا سداسة والكبريت ايضا سداسة. اذا كل واحد حوالي اه ستة الكترونات. لكن عندي اربعة اوكسوجين. اذا اربعة في ستة باربعة وعشرين. وستة وكون ثلاثين. اه الان التوبوس الموجودة هنا فوق. هذه التوبوس الموجودة الان. هذه معناها اثنين الالكترون. اذا حنضيفهم للعملية. اذا حيصير المجموعة لكل عدد الالكترونات الاثنين وثلاثين الالكترون. الان كيف حنوزع اثنين وثلاثين الالكترون برضو بنفس الطريقة انه ححط السلفر. وبعدين حنكتب في البداية اللي هو الالكترونات. الالكترونات اللي رابطة ما بين السلفر وذرة مركزية. وما بين كل من الذرات الفرعية اللي هو الاربعة اوكسوجين. اذا حن بالتالي حننخذ ثمن الالكترونات. ثمن الالكترونات. ثمن الالكترونات حنخذ من الاثنين وثلاثين الالكترون. اذا لما نخذ ثمن الالكترونات من اثنين وثلاثين الالكترون. حيضل عندي اللي هو 24 الاربع وعشرين الان كل ذرة من الاربع ذرات هتوخذ اللي هو ستة الالكترونات ستة في اربعة في اربعة وعشرين هيضل اتنين الالكترون الاتنين الالكترون هيكونوا ايش على القوز لانه هذي مجموعة ايونية مجموعة ايونية وعليها ايونية ايونية اذا بهيك نكون احنا رسمنا اللي هو ستركشور للايون نفس العملية برضو في البركتر اكسرسايز بي ار او اثري نفس العملية بنرسمها تماما نيجي اللي هو الموليكلر جيومتري الان طبعا اللي هو الاشكال الهندسية للجزء الاشكال الهندسية للجزء في عندي انا اشكال الهندسية مختلفة للجزء حسب ايش على ادارة مركزية في عدد من الالكترونات الغير مشاركة الموليكلر جيومتري ما هي الموليكلر جيومتري يعني الشكل الفراغي ليه الجزء هو يصف الترتيب ثلاثي الابعاد للضرات داخل الجزء الموليكلر جيومتري مثلا يعني اللي هوسي ستراكشرز مثلا حتلاحظ ليه السو ثري تو بي او ثري اتش سي ان حنشوف كيف ممكن احنا نرسم اللي هوسي ستراكشر لمثل هذه المركبات اذا منقول this is not the case as can be seen from the previously presented computer generated models for the molecules s o 2 b o f 3 h c n and so on الان في عندي نظرية تحدد هذه العملية عملية رسم الجزء الجزء نفسه للشكل الفراغي الهندس للجزء اللي هو بيقول اللي هو بنسميها اللي هو نظرية visible theory visible theory ال visible theory هذه هي اختصار لل balance chill electron bear revolution اللي هو عملية التنافر بين ازواج الالكترونات في غلاف التكافؤ التنافر وازواج الالكترونات في غلاف التكافؤ طبعا الالكترونات الموجودة في غلاف التكافؤ بيكون بينها ايش اللي هي الالكترونات لانها سالبة الشحنة وانو عارفين احنا في قوة تنافر بين الشحنات المتشابهة سواء كانت شحنات موجبة موجبة او سالبة سالبة اذا حيكون في بينها تنافر اذا حيكون التنافر هذا الموجود هنقول انه ال visible theory هي مجموعة من الخطوات او البروسيدورز اللي بيحدده اللي هو الشكل الهندسي للجزء وبنستقدم فيه اللي هو الموليكولز لويس استرقش لابد يكون موجود عندي عشان اقدر انا احدد الشكل الهندسي للجزء الآن بنقول انه يعني في عندي 4 الهندسي كما الهندسي يعني لما نكون في عندي 4 الهندسي او يكون عندي 3 الهندسي او يكون عندي 2 الهندسي بنا نشوف في الحالات هذه الثلاثة كيف هيكون شكل الجزء كيف هيكون شكل الجزء اذا منقول الهندسي الهندسي حالة 2 3 و 4 الهندسي او م او او الهندسي لما نكون في عندي زوجين من الهندسي او ثلاث ازواج او اربع ازواج من الهندسي اول نشوف او لما نكون في زوجين من الوكترونات ويوجدون بيرز بالنسبة للزوجين من الوكترونات لازم يوجدوا في اقصى بعد عن بعضهم البعض اقصى بعد معناه هيكونوا في اتجاهين متضادين لانه في قوة تنافر ما بينهم ودائما اي جزء عشان يصل الى حادة الاستقرار لابد انه يكون يتخلص من قوة التنافر اذا قوة التنافر هاته هتبعد الازواج الوكترونات عن بعض البعض اذا اقصى امكانية تبعد هاته الازواجات عن بعض البعض وهو مية وتمانين درجة مية وتمانين درجة اذا الجزء اللي هيتكون هيكون عندنا لينير في هذا الحالة هيكون عندنا جزء عندنا ياش لينير لانه الازواج الوكترونات هتكون opposite with each other اذا ولاحظ هذا الكناب يحصل لشكل لينير زي ما انت شايف انه هنا عندنا central atom وفي عندنا هنا زوجين من الوكترونات وزوجين من الوكترونات وشوفنا انه الزاوية ما بينهم مية وتمانين درجة اذا الشكل اصبح خطي الشكل لينير هو شكل ما له خطي اذا كان فيه ثلاث ازواج من الوكترونات ثلاث ازواج من الوكترونات الاضلعة متلات متساوية الاضلعة اذا هيكون كل الزاوية هتمثل مية وعشرين درجة مية وعشرين درجة وحيعطيني الشكل triangle planner الريلمنت اذا هيكون الشكل triangle planer triangle ايش planer وترتيب لهذه الالكترونات زي ما هو موضح فيه الشكل triangle planner central atom ولاحظ انه المجموعة الالكترونات على ابعاد متساوية من بعضها البعض والزاوية اللي بينهم يساوي مية وعشرين درجة اذا ال three electrons هتكون ايش عندي بمثل trigonal planner هنشوف مثلا ايضا الازواج الثلاثية تترهيدر arrangement تترهيدر arrangement الازواج الثلاثية هذه اللي هي احنا قلنا في عنا زوجين وفي عنا ثلاثة الزوجين مثلوا linear الثلاثة مثل trigonal planner والاربعة ازواج four sets of electron bears four sets of electron bears حيمثلوا شكل اسمه تترهيدر رباعي الوجه رباعي الشكل هرمي رباعي الوجه وحتكون الزاوية بينهم 109 درجة 109 درجة زي الشكل الموجود هنا تترهيدر وانت بلاحظ انه ضر مركزي وحواليها اربع ازواج من الالكترونات متبعد عن بعض والزاوية ما بينها بساوي 109 درجة 109 درجة الان electron groups اللي هي المجموعات الالكترونية بنشوف electron groups اللي هي المجموعات الالكترونية بنقول before we use visible theory to predict molecular geometry and expansion of the concept of an electron pair to that of an electron group is needed this will enable us to extend visible theory of molecules in which double and triple bonds are present a visible electron group is a collection of valence electrons present in localized region about the central atom in the molecule يعني الازواج الvisible electron الموجودة هتكون شمالها موجودة في المنطقة اللي حوالين الظرة المركزية في الجزء حوالين الظرة المركزية في الجزء الآن نبسط المسألة عشان نقدر نستوعبها بنقول عشان انه احنا يعني نفهم العلاقة بين البيزيبر ثير وما بين اللي هو لويس استركشور وكيف نرسم الشكل الفراغي للجزء علينا انه نشوف الوبراشنال رولز اللي موجود عندي فيها عندي ثلاثة وبراشنال رولز القاعدة الاولى الرول الاولى اللي هي draw الويس structure for a molecule and identify the specific atom for which geometrical information is زير اذا اول حاجة هنرسم الويس structure للجزء الموجود عندي الشيء الثاني هحدد اللي هو عدد المجموعات اللي ممكن تكون حاولين المركزي الشيء الثالث او ايه في هذه العملية هيكون no distinguish اللي هو او distinction is made between bonding and non bonding electron groups both are counter يعني لو كانت المجموعات سواء كانت المجموعات bonding او كانت المجموعات non bonding groups هذه تحسب كمجموعات الالكترونية بنسميها visible electron group اذا visible electron group سواء كانت مرتبطة الالكترونات مرتبطة اوالكترونات غير مرتبطة بنسميها ايش مجموعات وحاوة طبعا في اثناء الشرح هنشوف بالضبط كيف نفهم النقطة هذه single وهذا مهم جدا single double triple bonds كل مجموعة يعني لو كان عن single هسميها visible لو كانت triple برضو هسميها visible electron group اذا كلها تمثل وحدة واحدة سواء كانت وحدية او ثنائية او ثلاثية كلها تمثل وحدة واحدة بعد هكذا هنحدد visible electron group arrangement about the atom by assuming the electron groups oriented themselves in a manner that minimizes reversion اذا بعد هكذا هنشوف visible group المجموعات هذه ونشوف اللي هو يعني نحطها في الترتيب بحيث انه نقلل اكثر ما يمكن قوى التنافر الموجودة مبنى نشوف اول نقطة اللي هو الجزء اللي بيحتوي على مجموعتين من visible group مجموعتين من visible group مثلا خد الجزء co2 carbon dioxide carbon dioxide هذا hcn hydrogen cyanide في المثالين هذول اول حاجة لما نرسم اللوس structure فهذا اللوس structure له زي ما انت شايف وحسن ما تعلمنا الآن الضرة المركزية اللي هي carbon ما فيش عليها اي ازواج من الالكترونات الغير مرتبطة اي ازواج من الالكترونات غير المرتبطة يعني فيش عليها ازواج من الآن هنا في double bond اذا هذي هسميها visible group وهذا في double bond هسميها visible group لكن ما فيش اذا كم مجموعة visible group موجودة عندي مجموعة يعني هاي واحدة وهاي واحدة اذا هذا هو ايش اللي احنا بنقوله two visible electron group two visible electron group لما اجل الهيدروجين cyanide برضو الكربون وحواليه برضو مجموعتين هاي الـ triple bond وهاي single bond هاي تسمى مجموعة visible group وهذه visible electron group اذا هاي مجموعة وهذه ايضا ايش مالها برضو مجموعة اذا هاي في عندي مجموعتين ليش لان بتكلم عن two visible electron group اذا ما اختلفتش سواء single bond او triple bond كلها هسميها كلها مع بعض اسمها ايش مجموعة بغض النظر عن عدد الالكترونيات الموجودة لكن هل الضرة المركزية حواليها في non-bonding electrons بالتأكيد زي ما انت شايف انه الدورة مركزية وهذا احنا بنتكلم عليه لما اجي عد حول الضرة المركزية اذا حول الضرة المركزية هنا بس في مجموعتين non-bonding electrons وانا في مجموعتين non-bonding electrons اذا الشكل حيكون في هذه الحالة linear اي الزاوية اللي هنا هادي تكون زاوية 180 درجة والشكل linear والشكل ما له حيكون linear الآن هنتكلم عن 3 visible electron groups هذا الكلام هناخد عليه برضو مثلين المثال الاول هو عبارة عن formaldehyde H2CO والمثال الثاني sulfur dioxide SO2 المثال الاول لمن انا بدي اجي ارسمه وححط الكاربون هو الضرة المركزية وبعد هيكد حيكون عندي اللي هو كم مجموعة visible group وهي واحدة وهي اثنين وهي ثلاثة اذا عندي ثلاث مجموعات visible group اذا اسمي هذا الشكل trigonal planner لمن اجي السلفر ديوكسايد السلفر ديوكسايد الضرة المركزية هنا اختلفت عن الشكل اللي قبله فالضرة المركزية هنا حواليها كم مجموعة حواليها ايضا ثلاث مجموعات هاي واحدة هاي مجموعة هاي اثنين وهاي ثلاثة لكن الفرق وين بين الاثنين انه هنا الثلاث مجموعات اللي احنا قلنا 3 visible groups الثلاث مجموعات اللي انت شايفهم هنا هاي الثلاث مجموعات مالهم اللي هي مجموعات بوندنج كلها بوندنج لكن هنا في ثلاث مجموعات صحيح لكن فيها اثنين بوندنج هنا وهنا بوندنج بوندنج وهذه نون بوندنج يعني هاذي الالكترونات غير مرتبطة عشان هيك هنا مهم جدا نون بوندنج إلكترون بير لكن هنا فش ننبوند إلكترو بير حول الضراء المركزية دي هي الكاربون إذن هذا الشكل هذا ثلاثة وهذا ثلاثة لكن الشكل هنحن سميه مسطح ثلاثة لكن هنا زاوي شكل زاوي شكل زاوي أنجولار شكل زاوي لكن هنا شكل مسطح شكل ثلاثة مسطح إذن معنى ذلك إنه لما نكون سيعطيني شكل واحد وهو إذا كان عندي ثلاثة سيعطيني شكلين اللي هو ترائجونة وأنجولار وكأنه أنا عدد المجموعات ناقص واحد يعطيني قديش عدد الأشكال إذن هنا عدد الأشكال عدد المجموعات اثنين ناقص واحد يعطيني واحد لينير شكل لينير هنا العدد الثلاثة. ناقص واحد يعطيني اثنين. هذا لازم يعطيني شكليا. الشكل الاول طيب الثاني انجولر. طيب هنشوف برضو اللي هو الفور فيزيبر الكترون اي جروبس. الفور. في الفور مثلا هنوخد ثلاثة امثلة. على ذلك اللي هو الميثان. اشكال ثلاثة اشكال اشكال هي عبارة عن تترا هيدرال. هذا واحد. الشكل الثاني. تريغونال بايراميلان. الشكل الثالث انجولر. الشكل الثالث انجولر. الشكل الثالث انجولر. اللي هو تيترا هيدرال رباعي الأوجه الرباعي الأوجه زي اللي هو لاحظ هاي الظرة المركزية الكاربون وحواليها أربعة فيزيبر جروبس هاي واحدة اثنين هاي تلاتة هاي أربعة حواليها أربع مجموعات نفس درة الكاربون ما فيش عليها ننبوندينج إلكترونز عشان هيك دعطاني تيترا هيدرال شكل رباعي الأوجه شكل رباعي الأوجه والزوايا 109 الترايجونال بايراميدل هنلاحظ أنه النيتروجين حواليه برضو أربع مجموعات والفورفيزيبر جروب والفورفيزيبر جروب منهم ثلاثة وبوندينج وفينهم واحد ننبوندينج عنده واحد هايش ننبوندينج عشان هيك أصبح ترايجونال بايراميدل نجي للشكل الثالث هو الماء الماء طبعا الأكسوجين الأكسوجين طبعا مرتبط برابطتين مع كل من الهايدروجين وعنده 2 بيرز أوفنان بوندينج إلكترونز إذن هاي فيه زوجين من إلكترونات غير المرتبطة زوجين من إلكترونات غير المرتبطة عشان هيك تقولنا عنه الشكل زاوي الشكل ما له زاوي إذن في حالة الفورفيزيبر جروب لازم يكون الدر المركزي محاطة بأربع مجموعات من الفيزيبر جروب لكن الأربع مجموعات اللي بيخلي الأشكال تختارف عن بعضها فيما بينها اللي هو وجود هل في بوندينج إلكترونز ولا نون بوندينج إلكترونز طبعا إذا كانت كل هنا بوندينج إلكترونز مثلا حيكون تراهيدرا في زوج واحد حيكون ترايغون البايراميدل إذا كان في زوجين من نون بوندينج إلكترونز حيكون في أنجولر حنيش برضو لموضوع علاقة بنفس الكلام اللي احنا قلناه اللي هو الموليكلز مع أكثر من أحد سنترل أتمي يعني لو كان عندي مور دان ون سنترل أش أتم يعني أكثر من ضر مركزية زي مثلا سترين اللي هو سي 2 إتش 2 أو الهيدرون بيروكسايد إتش 2 أو 2 أو الإيزايد اللي هو الإيزايد إتش إني 3 إذا الثلاث أمثلة الموجودة عندي هنا أمثلة هلاحظ أمثلة كل من ويتش هاب فور أتل إتشين استركشور يعني كلهم موجودوا أربع ضرات أربع ضرات أربع ضرات سين أنتشاهد اللوس استركشور هم يعني لسترين هاله روس استركشور طيب اطلع على كل ذرة من الضرتين المركزية هذي الكربون مركزية وهذا كربون مركزية هاد حواليها مجموعتين من الفيزيبر غروب هايو اتنين من الفيزيبر غروب وهاد الكربون ايضا حواليها مجموعتين هاد واحدة وهاد اتنين برضو هاي اتنين فيزيبر غروب إذا مدام هنا فيه اتنين فيزيبر غروب وهنا فيه اتنين فيزيبر غروب هادا هايخليني ايش عمل هاشوف انه الشكل كيف إذن هان توفز بالقلوق وما فيش على ضر المركزي لا هانا ولا هانا في إلكترونات إذن الشكل هيكون هذا يعني بشكل تلقائي هيكون لينيار وينيار لينيار عند الكاربون لينيار عند الكاربون هنا لينيار عند الكاربون عشان هيك دي قلنا لينيار كاربون سنتر وهنا لينيار كاربون سنتر نحصل بهذا الشكل هيدر الاكسوجين هينغا يaturesبين بالأكسوجين وحاولين كل ذرة مركزية todas عن 4 مجموعات مجموعات همكن أو يمكنها عالم أكون مجموعة كل ذرة مركزية هناك بعد ما أراف فيه اربع نفس العمليه غير ما نشاهل هنا اربع وفيه هنا اربع Speaker group دور المركزيه الاكسوجين يعني فيه د dawn هيكون الشكل او هيكون الشكل انجولر اذا شكل لكن الانجولر موجود عند الاكسوجين إذن عند الزاوية الزاوية موجود عند الأكسجين سنتر وهنا أيضا موجود عند الأكسجين سنتر نأتي للهيدروجين الزايد برضو في عندي درتين مركزيتين اللي هو من النيتروجين النيتروجين هذا الطرفي والهيدروجين هذا الطرفي بلا يصدع ذرات مركزية النيتروجين الأوليني حواليها هاي مجموعة وهاي مجموعة إذن مجموعتين حواليها حواليها قديرش يا مجموعتين أما الظر المركزي النيتروجين التاني حواليها 3 visible group 1 2 هي 3 هي 3 مجموعات 1 2 هي 3 visible group إذن حواليها 3 visible group حواليها 3 visible group إذن مدام هنا 3 visible group لما نكون في 3 visible group سيكون الشكل angular عند الـ N nitrogen سيكون الشكل angular عند الـ N nitrogen لما نكون الشكل هنا هناك اثنين سيكون لينير عند الان نيترجل. اذا هنا الشكل انجولر وهنا الشكل ما له لينير. لماذا؟ لانه هنا في ثلاث مجموعات وانا اقول الثلاث نقص قد انه يعطيني هو الشكل الانجولر وهنا حيعطيني الشكل اللينير. طبعا هذا الكلام لانه حنشوف نفس الكلام هذا حنيجي ننزل هنا ونشوف الهل في بنت او ما فيش. هل فيه انحناء في الشكل وليه ما فيش. طبعا فيه انحناء؟ طبعا احنا شايفين فيش انحناء لانه لينير كله دنير اذا هنا zero. zero بنت ở....أن coriander..في السلسلة ما فيش اي انحناء عشان هيك انقول zero bint. لكن لما ن beber跟大家 بالكوة الطبعا لما نجي هنا المركزيه لليها زوجه من الالكترنات غير مرتبطه ذا عليها زوجه غير مرتبطة اذا هنا أيبي ايش سيعطيني. حيعطيني انحناء usually حيطين هنا لانه في قوة تنفر حيسير ما بين الاكسجين ما بين بلا الاكترونيات الموجودة هنا والهيدروجين هيكون في قوة تنافر اذا ان هاتول الهايدروجين والهايدروجين olloين عايبته دthest هايخوض انت огрاكسين تonde انت meters وهذا في الهايدروجيون في هذا الاتجاه وهذا في اتجاه المرحن قبيش عدد البند العدد الانحناءات هاي الانحناء وهذا الانحناء إذن صار عندي two bends in that chain نيجي للشكل الهيدروجين فقط على الضر المركزية الهيدروجين هذا فيه إلكترونات إذن حسيه فيه تنافر مع الهيدروجين إذن حيكون فيه بند لكن الثاني ما فيش عليها أي إلكترونات غير مشاركة وبالتالي فيش أي تنافر وعشان هيك تضل الشكل لينير إذن كم بند عندي؟ عندي one بند in the chain وهذا الشكل المجسم فلدسترين وهذا الهيدروج بيريكوسايد وهذا الشكل المجسم لهيدروجين إزايد هيدروجين مولكولو هيدروجين مولكولو الآن هنتكلم عن الإلكترو نيجاتيبتي هنتكلم عن الإلكترو نيجاتيبتي إلى هنا نتوقف وإن شاء الله في محاضرة قادمة نكمل وإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم واموالكم وخاتم أعمالكم